السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب واضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منحة كتيرة جدا منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا والدول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع المنخلها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. كمان عرضنا فرصة ويكانت فرصة التطوع في فيتنام. كانت عملية التقديم واللجول فيها حسران عن طريق قناتنا. آآ وكانت شاملة معظم التكاليف وتم اعلام الفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير. التقديم واللجول فيها حسرانا عن طريق قناتنا. وكنا عرضنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم من نفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ريتم من سبسكرايب وتلقى تتجر الصوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نقول كمان نجمع رابط جربتنا على الواتساب وجربتنا على الفيسبوك رابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاومها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة ومنحة ممتازة جدا في دولة اوروبية من الدول القوية. هي منحة دراسية وتدريب في سويسرا. تمام? يبقى الدولة اللي هيكون فيها الفرصة دي هي سويسرا دولة اوروبية من الدول قوية جدا. المدينة اللي هيكون فيها التدريب ده هي مدينة زوريخ تمام? آآ الجهة المانحة اللي مقدمة للفرصة دي هي المعهد الفدرالي السويدي السويسري اللي هي تمام? دي المؤسسة المانحة بيرمز لها طيب آآ المنحة دي موجهة المين? المنحة دي موجهة للماجستير والدكتوراه. الناس اللي آآ في مرحلة الماجستير والدكتورو. بالنسبة لي مرحلة البكالوريوس غير متاح لهم التعديم في هزي الفرصة. طيب. اه طيب الفرصة دي هي عبارة عن الفرصة دي هي عبارة عن فرصة تدريبية في بعض التخصصات اللي انا اشرحها بعد شوية. اه وهتكون لمدة من شهرين حتى تلات شهور. تمام? يبقى دي هتكون فرصة تدريب في مجالات مختلفة. وهتاخد تدريب ده في شهرين او تلات شهور. تمام كده? الدول متاحة للتعديم في الفرصة دي معظم الدول متاحة للتعديم. معظم الدول في الفرصة دي متاح لها التعديم وهنا انا هتطلقوا قائمة بالدول المتاح لها التعديم. هنيجي نضغط على الكلمة من هنا. هيفتح لنا اه الملف اللي فيه كل الدول المتاحة للتعديم. هيفتح معلوم ملف بالشكل ده. هتلاقي كل الدول. هتلاقي من ضمنهم دول عربية كتيرة جدا. هتلاقي هنا موجود الجزائر المغرب. هتلاقي مصر. اه هتلاقي دول كتيرة جدا موجودة هنا. العراق لبنان. آآ فتقدر تشوف الدول بتاعتك من القائمة دي. تمام? آآ نرجع بقى تاني للفرصة. كده شرحنا الدول المتاح لها التقديم. بس اهم شيء انك تلاحظ وجود دولتك. لو دولتك مش موجودة يبقى انت غير متاح لك التقديم. ولكن بالنسبة كبيرة معظم الدول العربية موجودة. بالنسبة بقى حضرك للتمويل. التمويل بتاعها خرافي جدا. اول حاجة هتشمل لك تذاكر الطيران كاملة زهاب وعودة من بلدك الى سويسرا. يعني انت مش تدفع اي حاجة للطيران. تمام? بالاضافة كمان هتشمل لك مرتب الفين وتلتمية دولار شهريا. اللي هو بما يعادل الفين وتلتمية فرانك سويسري لان العملة الى حد ما متعدل مع الدولار. فمرتب كبير جدا جدا. هتقدر توفر منه السكن بتاعك. هتقدر توفر منه الطعام بتاعك. كمان ممكن تردخر منه مبلغ كبير جدا يعود عليك بالفائدة لما ترجع لوطنة. تمام كده? بالاضافة كمان انها هتوفر الفيزا او التأشيرة للسفر الى سويسرا. معظم الناس بتقول لك طب المنح آآ معظم المنح بيوفروش التأشيرة والسفر وكده طيب هنعمل ايه? لا المنحة دي بتوفر لك التأشيرة. هتديك رسوم التأشيرة كمان هتتواصل مع السفر عشان تخلص لك كل الاجراءات. فبالتالي انت مش هتلاقي اي عقبات زي الحساب البنكي او كل الاشياء دي. لا. السفر هيكون كل شامل على حسابه. تمام? ده بالنسبة للتخصصات والتخصص او ده بالنسبة ليه التموين والتموين صراحة ممتاز جدا. طيب بالنسبة ليه التخصصات بقى? بيقولك ان المنحة دي هدفها هي مساعدة الطلاب في عمل تدريب في احد التخصصات القادمة دي. تمام? هتلاقي عندك تخصص الزراعة آآ تخصص العمارة سيفل انجينيرينج آآ كمبيوتر سايينز. هتلاقي الفيزيكس. هتلاقي البيولوجي. هتلاقي هتلاقي تخصصات ادبية وعلمية. تمام? بيولوجي كمان الناس بتوع الطب. تخصصات بتوع الهندسة. التخصصات الادبية. تمام? هتلاقي كل ده موجود هنا. طيب ده بالنسبة ليه التخصصات. طيب شروط المنحة دي بقى ايه? عشان تقدم لمنحة دي. انت محتاج ايه? الشرط الوحيد المهم جدا لازم ينطبق عليك ان الناس اللي تقدم في المنحة دي لازم يكونوا طلاب الدكتوراء والماجستير المسجلين في اي جامعة او مقرافززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز كمان لا تحتاج اي شهادة لغة مش محتاجها شهادة لغة انجليزية او فرنسية واي شيء لا تقدر تقدم من غير وجود اي شهادة لغة طيب بالنسبة الاوراية المطلوبة في الفرصة دي اه اوراية بسيطة جدا اول حاجة مطلوب من حضرتك انك تملي التقديم فيه تقديم كده تقديم بسيط جدا اه وانا هتطلقوا رابط من هنا هنيجي نضغط على كلمة من هنا تمام هيفتح معانا التقديم في شكل ملف وورد تمام انا حطيت للملف هنا ده هو الملف عرض صفحات وثلاث صفحات فقط بسيط جدا اه وهنا مطلوب منك انك اول حاجة تحط البيانات الشخصية بتاعتك اسمك اسم العائلة تاريخ ملادك تمام بتاعك الايميل بتاعك العنوان بتاعك والدولة اللي انت مقام فيها حاليا اه تختار انت عايز تعمل بتاعك في ايه والبحث بتاعك في ايه مسلا انا عايز اعمله في الهندسة المدنية عايز اعمله في العمارة في تختار التخصن انت عايز تعمل البحث فيه او بتدري فيه. وهنا بقى بتختار في الجزء ده هنرجع لها كمان شوية هرجع لكم في الجزء ده بعد شوية وشرح لكم ده ايه. وفي اخر جزء هنا بيقول لك انك الاوراق المطلوبة. تعال بقى نرجع للشرح تاني واشرح لكم ايه هي الاوراق المطلوبة. لان هو يعني في موضحين ايه الاوراق اللي تسلمها مع كمان. مع ده في بعض الاشياء مطلوبة. طيب ايه اللي مطلوب? اللي مطلوب من حضرتك بجانب ان يكون معك خطاب نية. تمام? خطاب نية ده هو زي او زي كده بتتكلم فيها اللي عايز تقدم من المنحة دي. اه ايه المميزات وايه اللي هتستفيده من المنحة دي. فبتشرح كل ده في خطاب. بتكتبه اه في شكل تمام? وبترفقه مع الابليكيشن. كمان بالاضافة ليه? اه لازم ترفق بتاعك. لازم ترفق خطاب دعم من استاذ في مؤسسة طب ايه خطاب الدعم ده? خطاب الدعم ده ان هو الاستاذ اللي بقى بتاعك. اللي هو المشرف على التدريب بتاعك او البحث بتاعك. فحضرتك عشان تجيب خطاب الدعم ده من الاستاذ. هتعمل ايه? هتخش على الموقع الرسمي اللي هنشرحه بعد شوية. وهتلاقي اه زي كده قائمة محطوط فيها قائمة الاساتزة الموجودين. تقدر تتواصل مع اي واحد فيه ومع ان تريد الايميل وتقول له انا عايز اقدم ليه الفرصة دي. وهو اه يعني هيطلب منك بعض الاوراق ترسيلها له. وبعد كده هيدي خطاب الدعم ده. يبقى دي جزء منفصل خالص في التقديم ليه المنحة. بعيد عن التقديم اللي هو التقديم وخطاب النية. انت بتتواصل اولا بقى مع الاستاذ اللي هيدي خطاب الدعم. طيب انت دلوقتي حصلت على خطاب الدعم معاك السيرة الزاتية معاك خطاب النية التقديم مليته. تعمل ايه? تروح بقى واخد كل الملفات دي بيقول لك انا كيفية التقديم. يقول لك ان يتم ارسال الطلب في ملف واحد تجمع كل الاوراة دي مع 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 خطاب الدعم. تجمعها كلها. في ملف واحد وترسلها للايميل ده. يبقى ما فيش بقى معقد ولا اي شيء. انت هتجمع كل الاوراة دي وتروح جاي بعدها للايميل ده. طيب. هل في وقت معنا لسه? في وقت معاك لسه. معاك لحد اه واحد وتلاتين مايو للتقديم في الفرصة دي. فبالنسبة للناس اللي هتقول لي طيب اه هو في وقت نتواصل مع الاسدزة للحصول على خطاب الدعم. لسه في وقت معاك لحد واحد وتلاتين مايو. هنا اه انا اكتب لكم ملاحظة بسيطة اللي احنا كقنات منح من كل الالوان بنتيح حملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. اه فلو حابين تقديمه في الفرصة دي من خلالنا هتلاقوا رابط استمارة التواصل معنا موجود في صندوق في صندوق الوصف اسفل الفيديو. باللدفة كمان هيتم بطريقة احترافية والتواصل مع اه الاسدزة لحصول على خطاب الدعم وما الازالك. تمام? او لو حابب تقدم نفسك. يعني تتبع شرح الفيديو ما فيش مشكلة. اه وهنا كمان انا هتطلقوا الالان الرسمي لمنحة لو حابين تطلع على كل التفاصيل الرسمية هتلاقوا موجودة هنا. تضغط على الالان الرسمي هيفتح معاك اه موقع المنحة. هتلاقي كل التفاصيل موجودة هنا بتشمل ايه ما الى ذلك. وهنا هتلاقي التفاصيل كاملة للمنحة زي شروط التقديم وهنا في ملف برضو بيحتوي على بعض الشروط ولكن يعني حاجات بسيطة جدا. اه بيقول لك هنا مدة تدريب من شهرين الى تلات شهور. هتلاقي كمان بيوفر لك ايه اللي هو تزاكر التقيران مرتب شاري. الفين وتلتميت اه فرانك سويسري. اخر معاد للتقديم هو واحد وتلاتين مايو. كمان الاوراية اللي كنا شرحناها والاوراية المطلوبة هتلاقي هنا. يعني بيوف يعني شرحين في الموقع الرسمي كل شيء. تمام? نرجع تاني ونقول سريعا المنحة دي بتوفر لك حاجات في تير جدا. اه ومن اهمها كمان اللي هتوفر لك اه فيزيت السفر او تأشيرة السفر مش تحتاج بقى لحساب بنكي ولا اي شيء من الكلام ده كله خالص. هي هتجهز لك كل حاجة. تزاكر الطيران كمان مرتب كبير جدا. ممكن تستخدمه هناك في احتاجاتك الشخصية. اه او كمان لو عايز ممكن تتدخر منه اه مبلغ يعني حاجات اه كتيرة جدا. والتخصصات شرحناها هنا تلتزموا بيها وتشوف هل التخصص بتاعك موجود هنا ام لا. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولو بوليكو في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.